طبيعة الإشكال اللي حصل في غربية الفوري الجنينة والكل يعلم أنه فيه اقتراب ما بين الجيش والدعم السريء وسرعان ما انتقل يعني هذا الصراع من الجيش والدعم السريء إلى يعني المواطنين حقيقة والدعم السريء وده كان حصل نتاج لشغل الاستخداراتي كبير العمل كبير من الشهداء وهم ما كانوا نطرف في السرادة فقدنا عدد كبير من الأطفال والنساء ونتج منها يعني أضرار بلغة في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الخدمي تدمرت كل المستشفيات كل المراكز الصحية والصيدليات تمرت البنية الاقتصادية يعني نهبت نهب السيوب تماما وكذلك يعني اعتدوا على البنوك وتم نهب كل الأموال اللي فيها بالإضافة للأموال الخاصة بالناس يعني الممتلكات والمختنيات بتاعة البيوت مدينة الجنينة اليوم أو غدا أو بعد غدا تصبح مدينة أشبه خالية من الحياة لأنه يعني على مدى الساعات في تدفق كبير جدا لأهل الجنينة بشتع قبائلهم يعني أنا أقول أن تبانين في المئة من سكان المدينة لو ما وصلوا شات حيصلوا شات بالإضافة للمحليات الأخرى السبع الستة وسبع محليات دولة شات يعني قدمت الكثير حقيقتا للاجئين الجدد لكن الغتل عدد كبير جدا يتجاوز العشرة ألاف كلا للشهادين الفاتذل وأنا أعوز ذلك ذاته اللي ضعف الحكومة حقيقتا الدولة هي يعني منطبها أن تأمين الناس منطبها التكافح المجرم والجريمة لأن أصلا في مجرم بيتدي على الناس أو بيستكب جريمة ومنسمى يسمى بقبيلة يعني فبتعتدي الغبيلة اللي المجنع عليها باستنفار وتنادي كبير جدا واعتداء للناس الأصلا يعني ما هم جزء من المشكلة وضعف الغانون وضعف يعني تنفيذ الغانون برضو واحد من الأسباب أنا رفت أنه يعني هجمة الجنينة بسطهر ألف لبالإضافة للعسكريين الرسميين يعني الآخرين الشاكل ولمعا شيء منظم اللاجئين مدينة الجنينة أولية غرب دارفور بيها زي 2 مليون نسمة الآن اللي دخلوا داخل شاد يتجاوزوا سبعين في المئة خمس سبعين في المئة الشعب التالي استخدم أهله في الشعب السودان الحكومة حقيقةً اهتمت حكومة تالي اهتمت احتمان بالق باللاجئين فيه اتفاق طبعاً يعني الاتفاق ده بنوده كثيرة نحن يعني نؤكد ذلك أنه فيه اتفاق وأيضا نؤكد بأنه يعني فيه واحد من الفقرات أو واحد من البنود بتاعته بتشير لحق تغرير المصير للمنطقة دي وده أصبع حق شرعي يعني هذا الاتفاق ملزم لحكومة السودان ملزم لحكومة الفرنسية وملزم لنا هنا برضا لننفس لأنه فيه أشياء بنود كثيرة يبتالينا إنه يلتزمنا وانضبطنا دا غيلا البلينة هنا وهو أصبع حق يعني حقنا أصبعنا يعني بالضرر أن ننطالب به بشكل من الأشكال فيه وقته يعد في الوقت العيه بنراه مناسب أمري يعني يعني خد يكون دي ما نحن نشتهي بحتاج لبعض التواصل بحتاج لبعض التفاكر بحتاج لتدابير حقيقة كثيرة ونحن بصدط أنه نعمل هذه التدابير ذي إن شاء الله والجنينة باستقبلها مربوط يعني بالحرب الدائرة في شرق السودان اللي هي في الخرطون يعني أتمنى أنه المجتمع الدولي يطلع بدوره لأن الكارثة أحدثت يعني جانب كبير يتعلق بالإنسانية والآن وضع اللاجئين وضع كارثي الخريفة للأبواب كثير من ضرورياتهم ما زالوا يفتقدونها وبالتالي أنا ناشد المجتمع الدولي بل يتدخل بشكل من الأشكال في قضية السودان بل في قضية الجنينة بالتحديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر